وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالبدء في رصف مختلف طرق المنطقة الصناعية في مدينة دبل حصن هذا ويشمل المشروع تنفيذ شبكتي الصرف الصحي وصرف الأمطار حيث ستنتهي هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة من المشروع قبل نهاية العام الجاري أعلن عن ذلك سعادة يوسف خميس العثماني رئيس الدائرة وذلك في برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة